عبر الخط الهاتفية ينضم إلي الأستاذ جمعة الزبرقى رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب مساء الخير سيد جمعة طبعا يعني ارتفاع وتيرة وحدة التضييق على أهالي النقب التحريد ضدهم وهدم البيوت بات بالمشهد الصارخ والمتكرر وبداية أريد أن نقف يعني عند أهم مخرجات هذا الاجتماع الطارئ الذي أقيم وكيف تعملون على تطبيق مخرجات الاجتماع بما فيها المظاهرة أيضا مساء الخير لك وللمشاهدين والمستمعين نحن الاجتماع كان بالأمث الأول يعني يوم السبت في مركز شباب حورة وأقرها عدة خطوات أحد هذه الخطوات هي المظاهرة غدا الساعة الخامسة على مفرق عرعرة وأيضا بناء خيمة احتجاج أمام في منطقة الهادم والوقوف مع الأهالي من أجل جمع يعني إعادة البناء ثانية يعني هذه أبرض الخطوات التي أتخذ فيها القرارات ونحن بما يخص بصدد بالأساس أهم شيء الآن في هذه الدقائق هو أن نعمل على أن ننجح المظاهرة غدا على مفرق عرعرة من أجل إرسال رسالة إلى هذه الحكومة الفاشية بأننا لن نرحل ولن نهاجر إلى أي مكان آخر يعني وزير من حكومة تقوم بكل وقاحة وبكل حقارة ونذالة يقوم وزير بمرافقة الجرفات الهادم ومراقبتها بنفسه يعني هذه السابقة لم تكن في السابق كانوا يعني يقومون بالهادم ولكن النظراء لا يشاركون في هذه الجريمة وهذه الدولة يعني لم تحترم أي حتى أسس حق طبيعي وشرعي لكل إنسان أن يكون لديه مكان للعيش للنوم فيه يعني جريمة نكراء يقومون بهدر عشر منازل وأبقاء عائلات منهم أطفال ونساء تحت السماء والطارق هذه الجريمة يعني في الدول في أقل من ذلك بكثير هناك دول حكومات تستقيل إذا كانت ديمقراطية وبالتالي يعني كما نفهم تعملون طبعا على تجنيد وحشد الجماهير وإنجاح هذه المظاهرة ويوم غد يعني أصلا هو يوم هام للمجتمع العربي برمته أستاذ جمعة يكثر الحديث أيضا مؤخرا على الحاجة لتدويل قضية العرب البدو في النقب وترحى عمليا على المؤسسات الحقوقية الدولية والأممية هل من خطوات يعني تقومون بها لتحقيق هذه الغيئة؟ بكل تأكيد نحن نحن نتحدثنا بالأمس يعني قاموا الأخوة في الإجتة التوجيه بالتواصل مع عدة صفراء خارجيين سيكون لنا لقاء معهم واقترحنا أيضا أن نجلس في الخطوة كخطوة أولى مع الصفراء الأردن والمصر على أساس أن نبدأ في هذه الخطوات وصفراء دول أوروبية أخرى بكل تأكيد قضية التدويل لأن هذه الدولة لا تحترم يعني الآن هي أيضا في ضائقة بيخص حتى علاقاتها الدولية مع العالم بحكم تركيبة حكومتها ونحن علينا أن نستغل ذلك ونحن سواء سنستغل ذلك ونحن سنتابع كل التطورات وكذلك أيضا هذه المظاهرة التي تعملون أيضا على إنجاحها وحشد الجماهير للمشاركة بها جزيل الشكر لك الأستاذ جمعة الزبارقة رئيس لجنة التوجيه العليا لعرب النقب شكرا